السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعى الله يومكم بكل خير معكم أخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية اليوم رح نقدم لكم معلومة مختصرة وفي نفس الوقت مفيدة نتكلم فيها عن تغيير القانون التقييم العقاري في تركيا طبعا كلنا عارفين انه اي شخص غير تركي اذا حاب يتملك عقار او حاب يبيع عقار متملكة هو في تركيا لازم يكون فيه تثمين او شركة تعمل تثمين وتجهز تقرير للعقار سواء كان ارض او فيلا او كانت شقة مثلا فلازم يكون فيه تثمين طبعا تثمين او التقرير التقييم العقاري هذا حصل في تغيير القانون التركي في عشرين تسعة الفين وعشرين طبعا قبل التاريخ هذا كان طريقة عمل التقييم العقاري مرتبطة بالشركات العقارية او الشركات الانشائية هي اللي كانت جهز الاوراق اوراق المشتري مع وثيخة الملكية وكان يسلموها المكتب او اي مكتب موثق من الدولة انه يعمل تقرير للعقارة المحدد بيعه او شرائه من قبل شخص غير تركي فبالتالي القانون الجديد اصبح في تاريخ عشرين تسعة الفين وواحد وعشرين بعدها تماما اي عملية بيع او شراء يكون فيها طرف غير تركي يتم عمل التقييم او التثمين لها من خلال مديرية الطابو الموجودة في نفس المنطقة فعلى سبيل المثال اذا حابين نبيع شقة في منطقة يومرا سواء بنبيع مثلا مالكها كان غير تركي او مالكها كان تركي بنبيعها يعني اي عملية يكون فيها شخص غير تركي فنضطر انه نجهز الاوراق اللي هي وثيقة الملكية مع جواز سفر المشتري ونقدمها الى مديرية الطابو فهم اللي يختاروا الشركة اللي راح تعمل التقييم طبعا الخطوة هذه جات على ضوء انه صارت فيه تلاعب في موضوع الجنسية التركية كانت فيه شركات تثمين او شركات تقييم تتفق مع المطورين او مثلا مع اصحاب الشقق الملاكي اللي حابين يبيعوا املاكهم انه يرفعوا الاسعار فوق مثلا اسعار المنطقة نفسها فبالتالي المشتري يحصل على الجنسية التركية على سبيل المثال شقة تساوي 500 الف ليرة تركية المثمن كان يسجل مثلا 700 او 800 الف بحيث انها تصير مناسبة للجنسية التركية فاصبح فيه تلاعب فبالتالي الدولة عشان تحد من عملية التلاعب هذا عملت القانون الجديد او اصدرت القانون الجديد انه مديرية الطابو هي اللي تحدد الشركة اللي تعمل تقرير للعقارة المعين وهذا القرار تم عمل او يعني اثبتوها وبدأوا فيها من تاريخ عشرين تسعة فبالتالي فيه شركات كثيرة عقارية داخل تركيا ماهم عارفين الخطوة كيف تسير وفيه ملاك صاروا يشتكوا مثلا من تأخير العملية هذا لانه العملية قبل التاريخ المعين هذا كانت تكون في يوم واحد التقييم كان يكون في يوم واحدة الان لما اصبحت العملية كلها تدار من قبل مديرية الطابو فتضطر انك تنتظر من ثلاثة الى اربع ايام عمل تقريبا حتى يصدروا هذا التقريب ان شاء الله بإذن الله تعالى راح نكون في بوست جاهز تشوفوها بالتفصيل اسفل الفيديو في صندوق الوصف لو تدخلوا الرابط تشوفوا المعلومات بالكامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة